لم تمضي أيام على زيارة بشار الأسد للإمارات حتى حطت طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في دمشق على رأس وفد رفيع المستوى كما قيل مخترقة ضبابا سياسيا كثيفا يغطي المنطقة حطت الطائرة وحط معها القيل والقال عن سبب الزيارة ودلالة التوقيت أسبوع يفصل بين زيارة الأسد للإمارات وزيارة عبداللهيان لدمشق في سلوك منورة جديدة على ما يبدو يتبعه النظام فلسان حاله يقول لن تتأثر علاقاتنا مع إيران ومن زيارة للإمارات إلا لاعتبارات سياسية واقتصادية وفي إطار إعادة التهيل وكسر العزلة الدولية من مقر وزارة خارجية النظام في دمشق يطل عبداللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره فيصل المقداد للوقوف حول التطورات الإقليبية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية فهم في خندق واحد مع إيران والعلاقات بين البلدين تمر بأفضل الظروف هكذا قال وزير خارجية الأسد بالمقابل لم ينس عبداللهيان في مؤتمره الصحفي تطرق إلى التطبيع مع النظام مرحبا بالمحادثات الجديدة بين سوريا وبعض الدول العربية هذه فرصة طيبة لنا زيارة عبداللهيان لدمشق يعقبها أخرى لبيروت للقاء مسؤولين لبنانيين في رحلة على ما يبدو للبحث عن درع جديد لتثبيت الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية فطهران تقترب من الجولة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق حول القضايا القليلة المتبقية كما قال عبداللهيان وهم أقرب من أي وقت مضى لاتفاق النووي وما بين زيارة الأسد للإمارات وزيارة عبداللهيان لدمشق قمة ثلاثية في شرم الشيخ بين الإبارات ومصر وإسرائيل ونظام الأسد في سوريا يبحث عن أوراق اعتماد من محورين متشاكسين في الشرق الأوسط اشتركوا في القناة